لماذا يعلق دائما أخطاءه على شماعة مصر؟ يعني أول مرة نشوف أنه في إجماع في المنطقة كلها عربي قطري وسعودي وكل الدولة العربية تتحدث أنها تدعم الوجهة النظر المصرية فيما يتعلق بهذا الأمر لماذا يعلق نتنياهو دائما شماعة أخطاءه على الجانب المصري رغم أنه فشل في استعادة الأسرة وفشل في القضاء على حركة حماس وفشل فيه كل المعارك السياسية التي يقضى الآن؟ نعم هو يمارس سياسة إضافة إلى السياسة بمعنى أن هناك مطالبات وهناك انتقادات من داخل الحكومة الإسرائيلية من داخل المجتمع الإسرائيلي من داخل المجتمع الأمريكي من داخل دوائر سنة القرار في عدد من دول العالم ومن هلوات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لدفعه إلى توقيع الصفقة بتاع التبادل الأسرة ووقف إطلاق النار هو يريد أن يلهي العالم بأمر آخر لكي يمضي في تنفيذ غيه في أن يكون مخططه الإجرامي الذي يعتمد على حصد أرواح الفلسطينيين الأبرياء على مزيد من التدمير هو يريد أن يمضي إلى نهاية هذا السبيل ولا يدرك ما هي الخطوة تليه يعني هو وصل إلى حد الحدود المصرية الإسرائيلية أو حدود فلسطيني التاريخية مع مصر ويدرك أن الحكومة المصرية والتي يعني نقرأ أنه ربما لا تبادر إعلاميا بالتحذيرات ولكن هناك تحذيرات واضحة جدا من جانب الحكومة المصرية والإدارة المصرية أبلغت للجانب الإسرائيلي عبر وسيط عبر بشكل مباشر وعبر الأمريكان بأن مصر بالدرجة الأولى لن تتهاون قيدة أنمولة فيما يعد مساسا بالأمن القوم المصري هذه واحدة الأمر الآخر أن مصر لن تتخلى قيدة أنمولة أيضا عن السعي نحو تحقيق وتأكيد المكاسب أو الحقوق الفلسطينية للشعب الفلسطيني وخاصة في غزة ومن هنا أركز ما أقول أن نتنياهو يعني يمارس السياسة بهذه الأقويلة التي يدرك أنها كذبة دعنا نتذكر أن الحكومة المصرية ومنذ العام 2014 و2018 منعت إلى حد كبير كافة المحاولات التي كانت تتم لتهريم الأمور الحياتية لأهل غزة عبر الأنفاق تذكر العملية نصر والعملية الشاملة وكل العمليات العسكرية وبالتالي لا يمكن بشكل لوجستي أن يتم خروج أي شيء من مصر إلى اتجاه الآخر ومن هنا نستطيع أن نقول أنه هو أكثر واحد يدرك هو مضع على وجوده قوات إسرائيلية في محور فلديل في الخط الفاصل بين غزة ومصر أكثر من خمسين يوم أو أكثر من خمسين يوم إذا لديه دليل قوي وواضح على أنه هناك عملات تهريم أنت طلع؟ أنت طلع والزبط إنما أنت أنت يعني الانتقادات لمسلك وتبريرات وكلام واتهام نتنياهو لمصر كوبلا بانتقاد وربما بمصر وقال أنه سب وقصف في حقه من جانب رموز المجتمع الإسرائيلي ذاته تابع الإعلام الإسرائيلي هم يقولون أن هذا الرجل يجذب علينا لأنه هو من أيد الانسحاب من محور فلديل فيا قبل 16 عام عندما قرر شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذات الوقت في ذلك الوقت الخروج من غزة في إطار أحادي أو بشكل أحادي ونتنياهو كان عضوا في الكنيسة وأيد الخروج من فلديل فيا